أفضلت تجربة رقم 6 تجربة رقم 6 ندخل التوصيل الثلاث السلاك التي توصلت الأمر ندخلهم على موتر ال律ي الريلاكتانس موتر الريلاكتانس موتر مباشرة هنا وهو و هنا يعمل كبرائي موفر على السينكروناز جنيراتور السينكروناز جنيراتور سوف نزود الفيلد وضع يوضع مباشرة ونتأخذ بالنظام السيئ يأخذ الصميس وننقذ السيئة لرعني وأخرى نحن نضع الطب الاراضي الذي طالع من السبلاي فنضطر ندخل على أميتر نخرج من الأميتر والطرفين من دخل فيه مباشرة وعشان نقص الفولتية البر فيز نضع السيليك كاد والسيليك كون مباشرة على طرفي الفولت متر ونضعه برنج 300 ونضعه أسي هذا الابو متر والبارت الأول البرت الأول وهذا البرت الأول وهذا البرت الأول مباشرة وصلت على السويتش وهذا البرت الأول ما سنلاحظه هنا أنه عندما نرفع الفولتية نرفعها قليلا القراءة التي هنا ستكون لدينا 0 عندما نرفعها قليلا ستكون دي سي 1.25 كل شحطها ستكون 0.05 فلما نرفع ستكون ستكون لحد الوصول لأول شحطة A.05 ونكتبها IF ونأخذ القراءة الموجودة على الفولت متر طبعا الفولت متر برنج 300 راح نلاحظ أنه هنا مكتوب 3 إذا هنا 300 وهي 200 وهي 100 وموجود بين كل واحدة والثانية عشر شحطات بسهولة نقص على الرينج طبعا نفس الشي نرجح هنا ونرفع السابلاي مرة ثانية لحد الوصول للشحطة الثانية فتكون القراءة 0.1 ونقرأ الفولت متر بطلع 95 ونكمل على هذا المانر للوصول إلى 0.5 بطلع 195 حسب النامي بلات الموجودة عندنا على الجنريتور الكرن تريتد للارمتشر IA 0.6 والIF 0.4 أمبير بالنسبة للجزء الثاني من البارت الأول الذي يحدث هنا يهمنا IA يعني الكرن الذي طالع من أحد الفيزز فمنفصل أحد الفيزز ندخله على أميتر نخرج من الأميتر طبعا السويتش هنا السويتش هنا السويتش بالبارت قبل أن يقف ويكون open circuit ما يكون الموجودات الذي نعمله من شرط ثري فيز بالانس فولت ثري فيز ومنشغل السويتش فصير عندنا ثري فيز بالانس فولت ثري فيز بالانس فولت وباشرة نزيد السبلاي ومنقرأ IA وما يقابل من IA 0.1 0.4 من هون هذا IA ومن هون هذا IF ومنقرأ القراءة الثانية بعد أن نزيد قليلا ومنقرأ 0.2 مقابل 0.8 من الموجودات هنا نستطيع 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 نرسم EF مع IF و IA مع IF و EF و IF نستطيع قيمة معينة ومنقرأ ومنقرأ EF و IA ومنقرأ S كماغنيتود بقسمة EF ومنقرأ IA لنقرأ line to line نضع هذه line to line ومنقرأ الكرمت بالفولت نضطر ومنقرأ أمتر نضع مباشرة وهذا الجزء الأول والطرف الثاني من الأمتر نضع فالذي يحدث هنا أي فولت طبعا نضع الطرفين السبلاي نضع مباشرة واحد ونضع هنا واحد على فولت مباشرة وهذا على فولت هنا ونقص الفولتية التي تبعت السبلاي ونضع طرفين السبلاي ونضع فولت هذا تماما بالنسبة للقراءة طبعا نضع الفولتج على السبلاي سيصل إلى 0.6 عندما يصل إلى 0.6 نلاحظ أن القراءة كانت 70V لكي نضع نقسم الفولت على جدر الثلاث ما نلاحظه هذا بما أنه سينوسويدل لا يفرق معنى أن نضع الترمينال هنا فإذا هنا أو هنا ونقسم على جدر الثلاث بقانون الذي لدينا لكي نضع نقسم على جدر الثلاث لأنه 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 الثلاث 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 الموجودات على ريلاكتانس موتور الذي سيعمل هنا الـ سيكون مباشرة ونضع هنا على U1 وW2 وننقسم الفولتية الموجودة على السبلاي فبالتالي نضع مباشرة على الفولت متر الـ وننقسم الـ السبلاي هنا سيقص مباشرة 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 وننقسم مباشرة مباشرة و و مباشرة مباشرة مثلا و من نقص مباشرة أود الريتد كرانت هنا لدينا 0.6 طبعا 0.6 يجب أن يأتي تقريبا هنا فوق 0.5 بشحطين لأن هنا لدينا الرينج سوف نضعه على AC 1.25 فبالتالي كل شحطة ستكون 0.05 سوف تخرج الريتد عندما نصل إلى هنا بعد أن نزيد السبلاي سوف نقرأ الفوتية من هنا سوف تخرج تقريبا 63 فولت والآي سوف يكون 0.6 على الريتد الريتد ب شيء شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر